للرياض مرة أخرى للسيد محمد العنقر الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي سيد محمد دائما أسأل أي ضيف يقول عندما أتحدث معه عن سوق السندات وكما ذكرت قبل قليل أنه سيوفر مكان سهل لتوفير سيولة للمشاريع المقبلة خصوصا مع تشدد البنوك في خلال هذه الفترة هل سيؤثر ذلك على سوق الإقراض بالنسبة للبنوك وبالتالي على ربحيتهم في خلال الفترة المقبلة من وجهة نظرك هو لا يمكن القول أنه سيكون سلبي بالمطلق أو إيجابي بالمطلق النقطة التي ذكرتها أن البنوك سيكون هناك أمر منافس بالنسبة لتوسحها الإقراضي بالنسبة لقطاع الشركات لكن إذا ما أخذنا الآن حجم قدرة البنوك على الإقراض نجد أنها وصلت إلى حدود لا تستطيع أن تتوسع فيها أكثر وتجد ضغط كبير وحتى أنها تلقى ملامة كبيرة بأنها لا تعين الشركات والقطاع الخاص أولا بالنسبة للبنوك سيدخل منافسين على السقوك هي تشتري سقوك أو سندات لأنها تستفيد من عوائدها فهناك من سيدخل كمنافس على شراء هذه السقوك بالتالي لم تعد الساحة مفتوحة فقط لها هي تحديدا هذا من جانب إذا كنا نتكلم عن الجوانب التي قد تؤثر على ربحية سياسة الإقراض نعم سيكون هناك جانب عندما تستطيع البنوك في المستقبل أن تتوسع أكثر في الإقراض سيكون هناك منافسة ولكن ليست كل الشركات يعني سوق سوق لن يتوسع بشكل ينافس سوق الإقراض هذه نقطة مهمة وليست كل شركة مؤهلة أن تحصل على صك أو سند يعني أو القدرة على صداره البنوك ستستفيد من أنها هي من سيدير عملية السقوك والسندات يعني هي من سيتولى إصدارها نيابة عن الشركات الجانب الآخر أن البنوك أيضا عندما يخف الضغط عليها من جانب طلب الإقراض من الشركات والمؤسسات ستستطيع أن تتوسع بالإقراض إلى القطاعات التي أو الشركات التي لا تستطيع أن تصدر سقوك وسندات وإلى قطاع الأفراد فالمسألة هي متباينة ولا يمكن يعني من خلال المعطيات الحالية القول أن هناك عوامل سلبية ذات أثر حقيقي بالنسبة للمنوك لكن هذه رؤية مستقبلية قد لا تتضح إلا بعد سنوات طويلة عندما يتوسع هذا السوق ويصبح مفتوحا ليس فقط لسقوك الشركات المساهمة بل لكل الشركات من داخل وخارج السوق وأيضا عندما تدخل الدولة بطرح سنداتها لسحب السيولة في السوق فالمسألة تحتاج وقت حتى يظهر أي أثر بشكل عام على البنوك لكن البنوك أيضا من زاوية أخرى هي تستفيد من هذا السوق أيضا كثيرا بخلاف طبعا أن مؤسساتها هي من سيتولى عملية بيع وشراء هذه السندات طبعا لم نذكر نقطة أن التحصيل بعد يومين هذا أيضا لن يحرك أي جانب مضاربي وإن كانت مضاربة في السوق والسندات محدودة أصلا فبالتالي للبنوك عدة فوائد من جوانب أخرى وهناك بعض السلبيات ولكن لا أعتقد أن هذه السلبيات يمكن قول أنها سلبيات ذات أثر قد لا تظهر إلا بعد من خمس أو عشر سنوات من بعد افتتاح هذا السوق طيب دعنا ننتقل الآن إلى قطاع البنوك بغض النظر عن موضوع السندات دعنا نتركه جانبا أكبر خبر يهز القطاع البنكي في المملكة هي المشكلة المتعلقة بين مجموعة سعد والقصيبي هل تعتقد أو دعنا نتحدث عن المشاكل التي قد نريد أن نحاول أن نتجنبها أو ردود الفعل السلبية من وراء الضبابية المستمرة حول هذا الموضوع والتي لا نعرف مقدارها حتى الآن سواء ارتباط البنوك أو حجم المحفظة التمويلية التي مولتها البنوك في المملكة على الأقل بحديثنا عن المملكة مع هتين المجموعتين كيف ترى أن هذا سيضر بأداء القطاع في الفترة المقبلة طبعا نحن معتادين على عدم الشفافية هم لم يكونوا شفافين في أخبار أقل أهمية بكثير وحتى بعضها إيجابي حتى يتكلموا في هذا الجانب السلبية ولكن في مثل هذه المرحلة هناك حساسية يجب أن تراعى جدا في مسألة التصريحات التي تصدر حول تعثر رجال أعمال سواء مجموعة الساعد أو القصيبي أو غيرها لأن هذا مع غياب المعلومة سيلقي بظلال سلبية على القطاع البنكي وبالتالي سيؤثر على السوق كل هذا خبر نستطيع أن نقول له أنه من الأخبار التي قد تؤثر فعلا على اتجاهات وحركة السوق فيما لو تفاقم الأمر لكن بالنسبة للبنوك أعتقد أنها من خلال ما قيم به S&P البنك الاستثمار تستطيع أن تعرف الوضع بالنسبة للبنوك عندما أعطاها تقييم جيد على المدى الطويل لأنه يعتبر أنها محمية من مؤسسة النقد فبالتالي سياسة مؤسسة النقد بأنها لن تسمح بأن يكون هناك أي عثرة أمام البنوك هذا ما يعطي الإطمئنان صراحة وأن كنا طبعا نتمنى أن لا يظهر أكثر مما ظهر إنما يجب أن يكون هناك على الأقل تحديد لأن القروض والتعثرات التي حصلت لا بد أن بعضها قصير الأجل وبعضها طويل وبعضها مرهون أو مضمون بأشياء تساوي القيمة فيجب أن تتحرك البنوك بالتصريح بدلا أن تترك الساحة لجميع يعني بنك الاستثمار لم يرد نهائيا على ما صدر من S&P ولم يعلق تماما على ما صدر من أخبار أن هناك له علاقة بشركات خليجية متعثرة وحتى شركة ساعد نفسها وغيرها لم تصرح إلى الآن يعني لا نعرف أصلا حجم هذه المبالغ فكل هذه الأمور هي من يساهم نوعا ما بالضغط إلى الآن على القطاع البنكي ويعني لاحظ بنك السامبة كون الصانع يملك فيه نسبة كبيرة ورئيس مجلس إدارته السيد سعود لكصيبي أثر على سائل السهم ومضغوط السهم بسبب هذا الأمر يجب أن يكون هناك فعلا توضيح يعني إحدى المؤسسات الخليجية صرحت بأن أثر المجموعتين عليها محدود وضائل جدا وهي يعني مؤسسة كويتية اليوم نسمع بنك مسقط كما كنا نتحدث قبل البرنامج أنا وأنت أنه صحيح أنا الآن في رؤيت الزمريس نجنب بعض المخصصات تحسبا للمشكلات نعم جنب بعض المخصصات فما بالك بكون هذه المجموعتين السعوديتين يجب أن تكون البنوك السعودية أكثر وضوحا يعني الخارج يتكلم عن هذا الأمر ويبدو أن المشكلة موزعة على أغلب دول الخليجية ومؤسسات المالية في الخليج فبالتالي لابد أن هناك شيء فيما يخص هذه المجموعتين من البنوك المملكة ويجب أن تصرح هذه البنوك حتى تطمئن الجميع ويعرف الجميع مدى الضرر ويقدر حجمه طيب فيما تبقى من وقت السعر البرميل النفط الآن تجاوز الـ 71 دولار أثر ذلك على قطاع صناعات البتروكيموية الأثر طبعا بالنسبة لقطاع البتروكيموية بالتأكيد أسعار البتروكيموية رأيناها ترتفع بعد أن بدأ البترول بوتيرة الارتفاع خلال الفترة الماضية فبالتأكيد سيكون الأثر إيجابي لأن الأسعار ستلحق مجددا بالبترول بالارتفاع وبالتالي تستطيع هذه الشركات أن تبيع بأسعار أعلى وخصا أن المزايا النسبية المعروفة لشركات المملكة بأنها مدعومة ولقيمها أرخص من الأسواق العالمية فهامش الربح بالنسبة لها كبير وعلى رأسها طبعا سابق وبالتالي تستطيع حقق ربح يعوض ما فاته خلال الربعين الماضيين فالأثر الإيجابي واضح وملموس بشكل كبير جدا طيب يعني في النهاية في الحديث بالنسبة لتدولات السوق السعودية خلال الأسبوع المقبل كيف تعتقد حركتها وهل سنعود مرة أخرى فوق الستة ألاف في حوالي دقيقة واحدة أعتقد أننا نستطيع العودة فوق ستة ألاف ولكن الذي نتمنح السوق أن يستمر بهذا النمط من الحركة وتحقيق الارتفاع التدريجي على مقياس الأسبوع ككل وليس على مقياس اليوم حتى كما ذكرت لك المؤشرات الفنية تستطيع أن تصل إلى المنطقة التي منها سنجد انطلاق للسوق ولا يضر السوق أي تقلبات وتذبذبات ستحصل خلال الفترة الماضية بمعنى أنه سيكون هناك انخفاضات وارتفاعات ولكنها ضمن التداولات الطبيعية التي ستخدم السوق فيما تبقى من هذا العام على أموم السيد محمد العنقري الكاتب الاقتصاد والمحل المالي أشكرك جزي للشكل ووجودك معنا مشاهدين الكرام طبعا إيميل برنامج موجود لأي مرسلات بعد cnbc.com نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل إلى اللقاء